تاني هرجع للمسألة اللي أنا ريمل أعملها كده اللي بتاعته يلا نتفكي بكلمتين أنا لاحظت إنه في جملة كنت أنا قلتها من يومين أظن كان يوم الحد على مسألة الساحل اللي هي لقيت الجملة دي انتشرت كده وبقت يعني إيه زي ما بيقولوا بالترند أنا مش مشغول بقصة الترند بصراحة هي بتاعت إنه ما تروحوش الساحل ببساطة وأنا بتكلم جد مش هزار إمبارح وإحنا بنختم الحلقة قلتلكوا يا جماعة هو أنتوا شايفين اللي حصل في الجلالة أنا عارف إنه أنظار الناس بطبيعة الحال تذهب دائما إلى الساحل الشمالي من أيام ما كنا صغيرين كان فيه العجمي وبعد كده ظهرت قصص كده اسمها القرى السياحية أنا مش من أبناء فكرة القرى السياحية أوي لكن أهو داللي حصل أهو داللي صار على رأي سيد درويش والست فيروز لتنين يعني لكن أنا عايزك تبص بصة على العين السخنة والجلالة تبص بصة يعني وأنا بتكلم معاك كده أنت قاعد إيه ودنك معايا فهتروح فتح التليفون فتح اللاب توب فتح التابلت بتاعك وكاتب كده الجلالة وتفرج على فيديوز مش هقولك اتفرج على صور وخلاص طيب في عندنا كده مصيفين شهيرين جدا سياحيين دوليين عالميين موجودين في دولة اليونان الصديقة الحبيبة الجميلة جدا لو أميكنوس وسانتوريني ومش عارف إيه الكلام ده هتلاقي إنه إيه تلاقي فيه فيلات وشليهات وشقق ومش عارف إيه تلاقيها موجودة كده على تابة جبلية تطلع على البحر المتوسط تنظر إليه من علن في حالة من العزة والإباء والشمم لكن مش هتساحر وجميل شايف البحر من فوق وتلاقي بها إيه الجبل تحتها كده بيتدرج وتحت تلاقي البلاجات والشماسي والمراكب اللي ركنة واليخوت حاجة جميلة جدا الناس بقى بتاخد بعضها وتروح على المصيفين دول يدفعوا فلوس قد كده هو باليورو حلو؟ طيب ويقطعوا تذكارة سفرت بالطيارة رايح وتذكارها جاي وأكله وشربه ومش عارف إيه فيدفع صروة صغيرة علشان يقضيله 7, 8, 9, 10 أكاد أجزم إنه تقدر تدفع تلت المبلغ ده وتروح تقعد في الجلالة وبالمناسبة هو أنت هتشوف نفس المشهد هو هو يعني إذا كنت من ميسوري الحل جدا تقدر تاخد مكان كده من الشرق ولا إيجار فيلا لطيفة الظريفة بقى مش أنت راجل مقرش هتروح الجلالة أحسن لك من أنك تروح على اليونان يعني مش عايز اليونانيين يزعادوا بس أنا لازم أشجع سياحة بلدنا بصراحة وفي نفس الوقت لازم نعلم السحل الأدب أنا لازلت مصر على ذلك فهتروح وتقعد ومش عارف إيه وتتفرج وتشوف قدامك مشهد جميل والمية قدامك والبلاج وبرده المراكب وبرده اليخوت وبرده الشماسي وحاجات زي كده وبتلت التكلفة بتاعت أوروبا ده على سبيل المثال وتكاد تصل إلى أقل من نصف التكلفة في السحل الشمالي عزيزي المشاهد لماذا لا تذهب إلى الجلالة إن أردت ده مثلا يعني طيب لماذا لا تذهب إلى العين السخنة إن أردت هتليها أرخص شوية ده مثلا يعني لماذا لا تذهب إلى سواحل البحر الأحمر الممتدة سواء إذا كان بقى هي في خليج السويس في خليج العقبة جنوب السينة سحل البحر الحد حماطة حاجة كده جنات على الأرض يا راجل الناس الأجانب بتحب تروح هناك عايزين هناك بقى عندك اكتيفيتز نشاطات ده كان حضرتك هتروح السحل هتعمل ايه هتاخد بعضك وتعود تحت الشمسية في الصف الحداشر شوية تزيطة وهوسة ومزيكة بصوت عالي والناس ما بتعرفش تتكلم بعضها من الهوسة ناهينا عن حاجات كتير أنا في رأيي إنها غلط بتجرى بس مش دي قصتي دلوقتي يعني مش هقولك أنا الشيخ يوسف بس مش دي قصتي لكن هناك بقى وانت في البحر الأحمر هتعمل سفاري وتركب بيتش باجي كده وتطلع تجري في الصحرة وتخرج الطاقة بتاعتك صرخ بصوت عالي عام وخرج الطاقة السلبية حاجة جميلة جدا تاخد مركبة لطيفة ظريفة وتغتص تحت المية وتتفرج على الشعاب المرجمية والسمك الملون وتتبسط تعمل مش عارف وين سيرفنج مش عارف تطلع بالبتاع اللي عامل زي البراشود ده وتروح طلع وطير بيه في السماء وبا كده تنزل تاني في المية حاجات كتير هتتعمل ومش هزار بنص اللي انت هتروح تدفعه في الساحل بتعمليه في الساحل يا سادة يا كرام البحر الأحمر فيه فنادق وقرى وبيوت وشليهات وشؤة وكل حاجة وقوض تأجر قوضة كده في مكان ظريف لطيف حاجات من مفاهيم الهوستل ومش عارف ايه مكان جميل مكان ساحر مكان حلو ده مش بس كده ده انت هتلاقي كمان اخواتنا وأهلينا وأصدقائنا اللي بيشتغلوا هناك عيال زي السكر أدب واحترام ولطف واحتراف العمل عيال محترفة سكر من أكبر حد الأصغر حد الناس هناك سكر ما تروح هناك بتطلع الساحل تعملي ايه انتي رايح الساحل تعملي ايه ولا حاجة الناس بتروح هناك علشان الهوس المنظرة الحركات انت كانت في الساحل بجادو والله ساحل ايه صح الله انا كنت في الساحل يا جماعة الساحل السنادي ايه مقوي على فكرة ان ايه وهابل ايه عبدالله انت رايح الساحل بجادو والله وهتاكل زبادي انا دلوقتي بكيب الزبادي الجريك بس مالو الزبادي بتاع عم عبدو بتاع اللبن يعني مش ايه زبادي باكل زبادي جريك بقى ايه خلاص مش قادر لازم زتون كلاماتها وما بطلوا بقى شغل مش لذيذ ومش حلو ومش حلوة يعني مصريين خلينا نروح ننبسط نبقى اللطاف زراف انوعة على حياتي وانا طفل صغير وحتى في سن المراقة ما كانش عندنا الهبل ده بصراحة ولاد صغيرين وشبان بنخرج من الشليهات ولا البيوت ولا ايا كان حفاة في العجم ومش عيبة انت لما تطلع اوروبا هتشوف المنظر ده برضو برضو يعني لو انتوا عايزين فاكرين نفسكم انتوا كده الشياكة مش دي الشياكة ايه اللي بيحصل في الساعة يعني ايه اللي بيستدعي انه تلاقي واحد مثلا انطلع قاعد على البحر لبس في ايده ساعة اقلها بربع مليون جنيه طيب ايه اللي بيخلي حد او سيدة فاضلة تصحى الصبح بدري تاخد بعضها وتروح للكوافار وتحط ميكاب عشان تقعد على البحر طب ده الرطوبة هتبهدل الدنيا والمكياج هيسيح وهتباني على حقيقتك برضو يعني مش هيشوفوكي على حقيقتك مش فاهم برضو ايه اللي يخلي ستات تطلع لابسة المزات على البلاجات ده مش مصيف ده اسمه هوس المنزرة هوس المنزرة هو اللي خليك تروح تأجر قوضة بخمسة وسبعين الف وبمئة الف في الليلة ليه على البلاج البسها في الشغل الساعة الغالية دي البسها في شغلك البسها في المناسبة محترمة البسها مش عالية في البحر يعني والملح يا كلها طب الرملة طب انت مش خايف على فلوسك طب انتو بتلاقي الفلوس في الارض يعني قولي فين الشارع اللي بتلاقوا فيه فلوس عشان عايز روح اتمشى فيه ما هو اكيد اكيد اللي واخب بعضه ورايح علشان عمر زكريا جابش عليه في السحل لعبة عمورة فمشاء الله عزي من عمور فاللي خليك تروح تشتري واحدة ستة مثلا جزهة ميسور الحال هي ميسورة الحال خدت بعضها وراحت اشتري اشتريت شانطة فرنساوي ولا ايطالي ب3000 يورو ماشي وماله اهلا وسهلا هيسوا انبستوا واما بنعمة ربك فحدس لكن تاخدي الشانطة وتطلع بيها على البحر اهو ده لا يمكن ابدا مش مفهوم مش منطقي ما كانش بيحصل المجتمع المصري حاصل فيه حاجة غلط فيه هوس برجوازي غريب معلش يعني يسريتي دلوقتي بقى يعني ايه نقحة عليها جدا حقيقي فيه هوس عبيط حاصل فيه عبط اللي بيجرى ده ده اسمه سفه ماسموش ياك اللي بيجرى ده ده اسمه هبل ماسموش انبساط اللي بيحصل ده اسمه تبزير حقيقي ماسموش يلا بينا نهيس وننبسط يا جماعة تتقدروا تروحوا وتتبسطوا انتوا وأهليكم وعيالكم وأزواجكم وزوجاتكم وآبأكم وأمهاتكم زي ما كنا بنروح زمان فين السحل بتاع العيلة بتاع الزمان ده اللي هو تلاقي ايه العيلة كلها واخدة بعضها وطلع المصيف وننبسط ونتحك طب انا بسأل سؤال والله العظيم هو ايه العيب ان الناس تعمل اكل في البيت وتاخدوا معاها البلاج تاكلوا يعني ايه العيب اللي في ده يطلع بقى البلاج ده على ايامنا يعني زي ما ان بقى في المنتزة وعيدة ومش عارف ايه يطلع في المعمورة يطلع في العجمي يطلع في بلطيم يطلع في راس البر يطلع في جمصة هو بلاج ايه العيبة بقى انه الزوجة اللطيفة الام الجميلة الاخت الفاضلة بتعمل سندوتشات للعيلة وناخدها ونحطها في علبة صغيرة او في ايسبوكس اللطيف ونطلع نقعد تحت الشمسية والولاد يلعبوا في المية ويأكلوا سندوتشات ومن وسخش البلاج الحكاية بقت عيبة وبقت ترياءة مع ان ما فيهاش اي عيب وما فيهاش اي ترياء لازم حضرتك تعد وتطلب سندوتشات السندوتش الواحد بسبعين جنيه وبمئة جنيه وبمئة وخمسين جنيه عشان تبقى كده تبقى انت شيك تبقى ان بلا خيبة والله العظيم دي خيبة حقيقي يعني ده اضمحلال في طريقة التفكير عقليات مريضة بصراحة يعني يلا ربنا يهديكم فيه باس هتزعل ما ازعل يعني اللي بيعمل كده وعاوز يزعل يزعل اللي ما بيعملش كده هيشجع اشتركوا في القناة